بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و بينا استعين على أمور الدنيا و دين و صلى الله على محمد و على آله و صحبه و من ولا و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله وأشهد أن محمد العبد والرسول أما بعد والله ليال و نسم حمود و نحن نشاء الله نستعين على هذا المنطقة سوى بواغشة جوانه و تنهي بواغشة لتبعamo و تلك البداية عن دفاع سميان تركبها كسمايان مينو يجب أن تضيع تروع مراكب تأييدها بيع مشتركة إيقود دفاعها أما أنك بضع عص وعيك وضع الشقيق وأثم بأنك يكونها هكذا وعلى مدى أنها تتعرر عن إليها وعلى مدى الانظمة بأن يكون هناك كبيرة مقالة أصبحت بشكل كليسي دولة الدولية خاصة الدولة هذه حلقة السعودية ومصر والمعاراتي هذه أدورة بالكليسي أصبحت تأتي الظناء وضعها اخترتها مقالة له هذا السواكب مقالة له بضع عصر القتالة السودان هو مقالة تقديمة ومعارضة يعني فعوين وحالي لي وحاوي مقارضة قوبر فعوين وطمد عرفت إنه تحيب ومعارضة مقارضة حين مقارضة 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 لكن مقارضة كثيرا ومعارضة مقارضة 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 وحكا إبقى أن أشخاص ومعارضة 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 وفي وقت في أمور ومعارضة مقارضة شهر من الطريقة و هو عنه و كانت تحديثته كانت تحديثته و كانت تحديثة هذا السلطة كانت تحديثه كانت تحديثة كلمان يعني إن فأحدهم كثيراً تقدم متى كثيراً هذا البقاء سوف تتحكم أنها هي واحدة ممتعة كثيراً عن العربية كرانيسا ووجد عريكا و مرقاهU qurantine التي تأتي آخرية العربية كانت تحكم إكتشان عد الرجل عن الأشخاص ساعات ياربين لا يحقق للسعودان أدب أول دولة وحقا بساس كريسي دولة سعودية همكاسو التركي بسوانتكي همكاسو التركي بسوانتكي همكاسو التركي بسوانتكي وركمتها الثاني كان لديه بلابين تسدي بصير فلانقين وقلتها بقسيرتها وضحبينها همكاسو التركي بلابين طبعا شبعا موسيقى التقارب التركي السوداني لماذا يزعج دولا قريبة وبعيد جغرافيا من السودان تزمنت زيارة أول رئيس تركي الخرطوم منذ استقلال البلد مع سياق إقليمي حافل بالخلافات المعلنة والمستترة فوجد فيها البعض رسائل غير مباشرة لمصر بل ولدول أخرى بينما اعتبرها أخرون مجرد محطة في سياسة أنقار المنفتح أكثر على القارة الإفريقية شكوك غذاها التوتر الأخير في العلاقات السودانية المصرية من جهة والبرود إن لم يكن الجفاء في علاقات أنقرة بمحور القاهرة الرياض أبو ظبي توجد زيارة الرئيس رجب طيب أردغان والتي دامت ثلاثة أيام بالتوقيع على اثنتين وعشرين اتفاقية في مجالي التجارة والسياحة والدفاع بينها تطوير مرسى لصيانة السفن المدنية والعسكرية وقال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أولو إنه تم التوقيع على اتفاقيات بشأن أمن البحر الأحمر وأضف لدينا قاعدة عسكرية في الصومال ولدينا توجيهات رئاسية لتقديم الدعم للأمن والشرطة والجيش في السودان وسنوصل تطوير العلاقات في مجال الصناعة الدفاعية بلغت قيمة الاتفاقيات ستمائة وخمسين مليون دولار والرئيس عمر البشير أعرب عن أمله في زيادة الاستثمارات التركية إلى عشرة مليارات دولار في فترة وجيزة أما الإعلان الذي أسعد الرئيس التركي بشأن جزيرة سواكن فمن المرجح أن يحظى بالنصيب الأكبر من غضب وارتياب غير المرحبين بزيارة أردغان للسودان رسمياً ستتولى تركيا إدارة جزيرة سواكن الواقعة على البحر الأحمر لفترة زمنية وتقوم بإعادة تأهيلها تقول أنقرة إنها تخطط لترميم الأثار العثمانية وتحويل الجزيرة إلى وجهة سياحية ومحطة يمر عبرها الحجاج والمعتمرون الأتراك في طريقهم إلى البقاع المقدسة فيما ذهب أردغان إلى الكشف عما سماه ملحقاً في الاتفاق لا يريد أن يتحدث عنه في هذه اللحظة بالنسبة للمشككين في أهدف الزيارة فإن الوجود التركي في البحر الأحمر مصدر إزعاج وملف يضاف إلى الملفات الخلافية مع ما يصفونه بمحور أنقرة طهران الدوحة وهو منفاه وزير الخارجية التركي والسوداني في مطار الخرطم وقد زاد وزير الخارجية السوداني بالقول إن بلاده لم تكن في يوم من الأيام طرفاً في حلف وإنه لا يؤمن أصلاً بسياسة الأحلاف تأكيد قد يفيد في تفسير مبادة للبعض مفارقة بين تقارب السودان مع تركيا ومن يصفون بحلفائها وانخراطه في الوقت نفسه في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن ولكن كيف سيرى أصحاب معادلة من ليس معنا فهو ضدنا رؤية الخرطوم في إدارة سياستها الخارجية وفق منطقها هذا أصحاب ما الذي تقود للعضاء من هذا الدمع لديه أنه أنا 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 أصحاب كيف عليك؟ من هنا تركي و هناك الحلقة تلويشت كنت تلك الحلقة تاريخ رأينا لكن كنت في حال و كانت تلك الحلقة فها تقريبا فهو ليس وهو شيء تاريخي كنت أصدقل كنت تلك الهدرين ويسكر ذلك لديك من أجل ولكني أشكونا كنت أشكونا كنت أشكونا ولكن كنت أشكونا جديد ومعرفة إنه يجب أشكونا ومعرفة 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 لأنها مقابلت للمدهر ونحن يكن للمعاراض أملاء ونحن أفضل تعتبر بواية الدراوية وكذلك لن تكون كاملت في بيك وكذلك كاملت في بيك وكنت تحديث في بيك وكذلك شعرت راحية وصلت الى صوته وحبويا أخرى تركب طلعة لغبة ونحن نريع ان تركيه تركيا ونحن نريعه ونحن نريعه تركيا ونحن نريعه تركيا خلافة تركيا وعالم مكان دلاله وضع الدقالبه ودرك عربته كتيرين تشتيرين وحين أبقى ما شهتان إن إسلام مضدقالين مكتشلوا سوماريا ووضع الدراغ ويشتروا حتى ستاقيروين بايسيين حتى خب بايسين شرين وقليوا بايسين شرين يما يبطنين هنا عزيين اهلا بايسين شرين حتى خب بايسين شرين وحين كتيرين أنخلت بدلطة وهو الدراسي من الحال تلالت ملك ملك حتى سنواتي عزيزة عزيزة توركو كتيرين كانت السفرسة لكوية لانتحرك ويقع ايضا ونحن كان هذا كانت مجموعة كانت تشعر منه وشارك الخلال كانت تحرك وغراء كانت تحرك ومجرد كانت تحرك وصحة وراء وانتحرك كانت تحرك وظائق ومريضا في بعد فنحن نزمر مرحبتنا بوضعتم وخصنا على راق الملف وقد ستذكرت من المشكلة في عدد هدوان وقد سنحن نتعجل هناك الكثير من funzين لم يكن يتذكر بسبب عددت صماري لم نتعجل الناس وعملا نحن عادة التاريخي تراه سيد محالد عبد الله حسن لديه طراويشتي ونحن ذلك داوضة وكما يسابنا مئر داوضة طبعا بطبيعة الاعتبار وجود تركيا وبنائها هذه القاعدة العسكرية هو وجود طبيعي دعني بصورة مبسطة أقول لكم بصورة سريعة أن تركيا لا تدخل اليوم أو منذ العشرات السنوات الأخيرة في الصومان ووجودها كان من أيام الخلافة العثمانية حيث هناك القلعة المشهورة قلعة التليح العثمانية التي بنها العثمانيون في وقتها لمساندة ثورة الدرويش المشهورة في الصومال التي قام بها القائد في أنذاك محمد عبدالله حسن ودعم العثمانيون في وقتها الصوماليين لمدة عشرين سنة لكن في السنوات الأخيرة ومع زيارة الرئيس الجمهورية الحالي ورئيس الوزراء في أنذاك لصومال قد أثبت وجود تركيا ومساعدتها وسخائها في الصومال من مختلف المجالات التعليمية والتنموية والإغاثية حيث أن وجود كما تعرفون تيكا وكذلك الإيهاها ووقف الديانة التركي وكزيلاي هؤلاء عملت وبصورة مستمرة في دعمها لإعادة إعمار الصومال بعد أن كانت أن عبرت بمرحلة طرح وكذلك المغادس من الصومال كتابه المطابر بطريقة كبيرة كبيرها فعلاً بطريقة كبيرها وكثيراً مزيداً على المدينة الكبيرة أردت بطريقة تاريخية وكثيراً مزيداً ولكن أحسن أعلم كنت كبير أريد أن يكون عزيزة كبير سبحانه الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغطروا كتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته